وسط موجات الحر الشديدة يعاني أهالي حي الشهداء الثاني جنوبية مدينة الفلوجة من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من سبعة أشهر وقال أهالي الشهداء إن أعميدة الكهربائي في المنطقة متهالكة محذرين من سقوطها في أي لحظة مناشدين حكومة الأنبار المحلية بضرورة التدخل لإنقاذهم بالإضافة إلى سوء التيار الكهربائي اشتكى السكان من انعدام الخدمات الأخرى مطالبين المسؤولين بزيارة الحي للاطلاع على واقعه المتردي إنه شادين ويانا لا تبليط لا مجاري لا كهرباء لا أسلاك كل شيء ما عندنا زيان إحنا ما حد يراجع لنا كنا قبل يوم أستاذ فالح سواحنا قمره وربيع وهس ماكو 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 حد يراجع للمنطقة المنطقة هذه تفتقر إلى شبكة الكهرباء محولة ما موجودة أسلاك الكهرباء موجودة شبكة كاملة موجودة من بعد الأحداث لحد هذا اليوم ما شفنا أنه أكو مسؤول نزل هاي المنطقة واللي حتى يشوف شون اللي تحتاجه من كهرباء من محولة من أسلاك طبعا هاي المنطقة هم عايشين على خط المولد اللي هو يحول لهم والوطنية والمولد ترجمة نانسي قنقر